والدتك وانا عارفة يعني دايما يمكن ناس كتيرة قوي دايما أحمد صلاح السعداني وأحمد ابن العمدة وصلاح السعداني وصلاح السعداني كلنا ابن عشاء ولكن يمكن الناس كتيرة قوي ما تعرفوش ان والدتك هي الأساس بتاع البيت ده هي أساس صلاح السعداني وهي أساس أحمد صلاح السعداني اا اكتر اعمالك اللي هي بتحبها لك اكتر بتحتويك ازاي يعني هي الست الوحيدة اللي اللي بتقدر عليك واللي بتحتويك واللي بستحملك. انا امي لو اا يعني لو لو انا بعمل حاجة ويحشة وحاجة بتقولي. بتقولي العمل ده ويحشة. بتنقودك. اه جدا. معين انا كنت متخيل زمان ان انا لو طالت قلت امان يا لاللي يعني اي حاجة هتعجبها وكده. انا عارف ان هي بتحبيني جدا. بس لها اكتر واحدة بتبقى مركزة بتقولي ده وحش وده حلو. بس ده على فكرة عشان هي بتحبك. اه. يعني الام لما بتحبك. ايه بالجميلش خالص هي بتقول رأيها بمنتاز صراحة والوضاح وكب بتعمل كم مع بابا برضا. اه هي ست عارفة عارفة الستات الامة بتلاقي في الامة المثالية والحاجات دي انا ام يعني ست مئة راجل صح. يعني ست لأ يعني شديدة. مين كان صاحب العقاب في البيت زماني? بصي. اه ماما. اه. بس كان المصيبة الصودة لو ابو يعرف. اه تخافه. امي اللي كان بتعاقب وامي اللي كان بتعمل حاجات دي وكده. بس كان الاعقاب الشديد بقى او لو في مصيبة او كده ان ابويا يعرف. انا كنت رحف من ابويا او انا صغير. كنت بخاف. وده اللي انا مش عارفة منه مع اولاد. يعني كنت بحبه وبحترم وبخاف منه. بس هو ده الصح. هو ده الصح. يعني لازم تعمل